السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الصف السادس نرسنا لهذا اليوم هو إنشاء الإيميل أعزائي هذا من المواضيع المهمة اللي يجينا بالوزاري السؤال الخامس كيو فايف عدنا السؤال الخامس بفرعين فرع كتابة الإنشاء وفرع كتابة الإيميل الإيميل هو أيضا إنشاء لكن خاص بالإيميل صيغة السؤال write an email to you a friend write an email to your friend أو to your friend المهم email موجود عندنا كلمة email نكتب الخطوات التالية to إلى علي أو أي اسم to علي subject about day إلى علي الموضوع يوم سيء نبدأ بالإيميل أعزائي hi علي hi علي ونكتب هاي الفاصلة هاي الفاصلة مهمة جدا هاي بعدها كلمة hi نكتب hi علي ونبدأ بسطر جديد how are you today كيف حالك اليوم نحط علامة استفهام لأن عدنا سؤال how are you today كيف حالك اليوم my brother said أخي قال you didn't feel well أنت يعني بصحة غير جيدة yesterday البارحة because you had a cold لأن كان عندك نزلت برد نقطة I hope you are feeling better today I تكتب الآي دائما ضمير الآي يكتب بحرف capital حتى لو ما جاء في بداية الجملة I hope أتمنى you are feeling better تصبح أفضل today اليوم ونضح نقطة نبدأ بالبارغراف الثاني يعني المقطع الثاني المقطع الثاني لازم أيضا نترك مسافة ويبدأ بحرف كبير at school in my class في المدرسة في الصف we looked at نحن بحثنا using the internet عن استخدام الانترنت and learnt وتعلمنا how to go online كيف ندخل على الانترنت ندخل go online نقطة it was very interesting يعني الدرس كان interesting it was very interesting best wishes باسم best wishes باسم أعزائي هذه القطعة ممكن أن نكتب غيرها يعني مو إلا هذه لكن حاولت أختصر لكم ونكتب قطعة سهلة لكن هذه الأشياء هاي الأشياء الباللون الأحمر هاي ثابتة to subject وهاي وآخرا best wishes حتى يصبح إذن إنشاء email هذه خطوات كتابة الإيميل أقرأ آخر مرة to علي subject a bad day hi علي how are you today my brother said you didn't feel well yesterday because you had a cold I hope you are feeling better today at school in my class we looked at using the internet and learn how to go online it was very interesting best wishes باسم أعزائي تبهوا على هذا الموضوع مهم جدا أعزائي في الامتحان الشهري ونصف السنة في الامتحان الوزاري بالموفقية أعزائي ومع السلامة أعزائي